وسط توتر أمني في الشمال والجنوب الجيش الموريتاني يعلن حصوله على أسلحة جديدة تتضمن مسيرات وأنظمة للدفاع الجوي ومعدات أخرى وصفها الجيش بالمتطورة واطلع الرئيس محمد ول الشيخ الوزواني رفقة وزير الدفاع وقائد الأركان العامة للجيوش على نماذج من العتاد العسكري الجديد هذه خارقة طاقم خمسة أفراد أمر الدبابة والرامي والمقلي والسائل وسائل الدفاع الأمر الدهوق الأمر الدهوق والرامي حاكم بدون أنه يأخذ على الرامي يقدم نفسه يوزع عليه ويرمع عليه وهي مزودة بمنظوم التوازن جوروسكوبيك بحيث أنها مهما كانت أذناء الحركة والهدف متحرك إذا نعود التسديد على الهدف ليستكوس ما يأثره على الاتجاه نتيجة المموضة التوازن جوروسكوبيك وتلقوا شروحا عن خصائص الترسانة الجديدة وتتكون المعدات والتجهيزات الجديدة وفق بيان للجيش من وحدات مدرعة مجهزة بأحدث الأسلحة وأنظمة اتصالات متطورة وأسلحة مدفعية ميدانية ووحدات مضادة للدروع وراجمات صواريخ وأخرى مضادة للطائرات وطائرات ومحطات رادار ومسيرات استطلاع قادرة على القيام بمهام المراقبة والرصد والتوجيه الدقيق للصواريخ كما تضم هذه المسيرات طائرات بدون طيار هجومية ذات فعالية عالية جدة قادرة على تطيئة الحزة الترابية للوطن ترسانة جديدة ستشكل زيادة نوعية في القدرة على مواجهة التحديات العسكرية في شبه المنطقة من موقع قوة ويستفيد من هذه الترسانة الجديدة كافة الجيوش البرية والبحرية والشوية يأتي إعلان الجيش الموريتاني عن حصوله على أسلحة جديدة بالتزامن مع توتر على الحدود مع مالي إضافة إلى تحديات جيوستراتيجية في شبه المنطقة الأمر الذي دفع بموريتانيا وفق مراقبين إلى تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة في المنطقة ترجمة نانسي قنقر